موسيقى دائماً بس تقعد مع شخص بحكي لقاخ لو تعرف شو في بقلبي فإحنا قررنا ننزل عالشارع ونشوف في بقلوب الناس خاني نشوف مع بعض لما نسأل الناس يحكونا شو في بقلبين شو رح يحكو موسيقى يعني مل الواحد زي يعني صار نفسه يطلع يغير يرجع لحياته الطبعية أبسط الأمور يولادك يلعب ويتنطنط حواليك هيك يعني في من كل شي حوالينا نا 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 نرجع للهدوء اللي إحنا فيه لأيامنا الطبعية يوم الجمعة رحلة كذا هيك يعني الأجواء هاي اشتقنا لها لو حكنا لك يفتحيننا قلبك شو بتحكي الله هي نفسي إشيات منها ترجع للحياة الأول يعني لزمان يعني ليش زمان؟ زمان قبل سنة سنتين ولا زمان؟ هل نحن نحكي قبل سنة يعني قبل سنة آم ومش كل شي بالقلب الواحد بيقدر يعبر عنه يعني يعني وقوله مش فيش داعي يعني بيظلوا أسرار لاتم الواحد حت نحتفظ بيها لنفسه واش يتخصه صديق وقت الضيق بالظلط بس يعني أكيد هي ما رح تقصر لو محتاج لها شوف يعني سنة الفتل أنا بالنسبة إلي بحث أول إش الواحد بيرجع ربه وعيلته زي ما قلتلك وإلا ما يكون في ناس كلوز فرنز يعني هذا هو اللي بنحكي عنه الكلوز الانتيم الآن. الحركة التجارية ميتة. الناس طفرانة. وضع اقتصادي متردي متل من انت شايف. كنا نمشي بعمان قبل يعني كورونا. يعني وضع محزن. خلينا نحكي. وضع حزين جدا يعني عمان اللي كانت بالقلب ولا تزال بالقلب الآن يعني مجروحة اقتصاديا. يعني انا صدقا قبل يمكن اقل من شهر عشر يوم محل اللي فيه اربع عشر سنة تركه. اشي محزن جدا يعني. هنظل بالقلب اللي اشي اللي بتجرح. عاطل عن العمل. ليش الوضع التجاري سيء سيء جدا جدا جدا. عدة محلات تركوا محلاتهم. عدة مطاعم اغلقت. عدة مقاهي سكرت. يعني الحركة التجارية اللي هي قلب عمان. النابط. مادة للأثف جدا. لا ما بفتح قلبي لأي حدا. ليش? ليش? لاني ما ببتقبل بنات مين. يعني ما ببتقبل بنات. لا بالناس. اه. مع الكل هيك? لا مع الكل هيك طبعا اكيد. ما في حد مقرب. غير هاي البنات ساحبتي لانه. احنا نفتح قلبنا لبا. اه. لانه معي من زمان. لانه تفتح قلبك لأي حدا. الا انه تكون فيه ثقة فيه ايام فيه عشرة حلوة. انا ما بكيكيش عطيني اسرارك. لكن دائما فيه شغلة ممكن نحكيها. ممكن تحكي بعض الاشياء يعني مسلا عن طريق الفطفضة انه تفطفض لحدا. بس انه تفتح قلبك بالمعنى الصريح لأصابة. مزبوط صعبة. صعبة. بشو رأيك؟ رأيي انه عن جد انه ما نفتح قلبنا لأحدا. وانه بس اللي بنوثق فيه كتير انه بس نفتح لقلبنا. من الكورونا اللي هدتنا. والنفوس اللي تغيرت. يعني صار يعني صار يعني هلأ. غيرت كتير النفوس. كتير. شكتوا صار في حدث معك. احداث. احداث. احداث كتير او. احنا بعد الكورونا بتحس هيكي نقلة نوعية. كل اشي عم بتغير. الناس عم تتغير. طبيعة الحياة عم تتغير. الحياة الاجتماعية بطلت زي اول. فكل اشي يعني بتغير بطريقة ان احنا مش متعودين عليهم. فبس. الاحوال صارت للاسوأ يعني منو مش للاحسن. في كل الناس يعني. يعني بس كورونا بينات الازمة هاي بينات وقت الشدة يعني مين بدي يكون معك مين مش معك. نحكي الله يغير الحال الاحسن حال. والله يفرجع لجميع الناس. وان شاء الله بروح الوباء العالمي. ما يضل اي وباء. نخلص من كورونا. بترجع النشاط الاقصاد على وضعه. والناس على اجتماعاتها وارزاقها. والله غير الحال. بحكي لك ان شاء الله الله حسن الوضع. عنا وحسن الوضع الناس. وتعوروا عن نجاحة كورونا. بترجع الامور لطبيعتها. لان الوضع كله صاير ضيق على الناس. هذا قلبي موجودة حد الان. لو فتحت اي قلب اي وعد موجود هيك به. هيك به. افتح قلبي. واحكي اللي بديها. عن جاد نفسي كل الناس تحب بعض. وتتمنى الخير لبعض. وما حدا يحسن حدا. ولا حدا يضايق حدا. بس. هذا هو اذا فتحتنا قلبك هيك من لاقي. بس. اه. ليش شو شايفي يعني ده الدرجة يعني مثلا في اشياء غلط تصل بين الناس. طبعا بتلاقي ناس كتير عم تضحك بوجهك. وهي يعني مش عم تتمنى لك الخير. عرفت كيف. يعني نفس الناس تصير صريحة. انا بدي منك كذا. خلص. تطلب اللي بديها اياه بدون ما تحاول توصل لاشي تاني. يعني ميلفش بدون خلص. خليك طبيعي معاي. وحكي الصح. والدغري. بالضبط. الناس يعني حتى لو كان الصح شوي بزعل. بس دايما بريح. بريح طبعا. ببشر. ببشر بس سعد. مفتوح لك. طيب يعني شو في اشي جوات وحب تحكي لي اياه. اي لك. عدمين. ما عرفك. ما تعرفني. ما بتحكي. طيب الشاب. تضل صديقه. شو اسمه. اه حاكم محمد جلعان ابو سوينا. اصلاح بك. اصلاح بك. اصلاح بك. بلتعمك. بلتعمك اقرب الناس لك يعني زي اخوك. ايوة. لو فتحت له قلبك شو بتحكينه. بحكينه خذ قلبي. خذ راحتك. شو اسمك. خذ راحتك. شو اسمك. ما دلو والله يا خب. ايه. شو دعتي يعني. اشتكت لك يا راحت لقلب و الروح. اشتكت اصالف لك عن الحب وينك. الشوق لاجتك داخل العين مفضوح. ليتك تشوف شوق عيني بعينك. يلا حياة. حلسانة. حلسانة. والله لا انا يعني عامة لما باجع وسط البلد. انا ما احبها اجع على وسط البلد. انا خدمت هنا بيجي ست سنوات. او اكثر يمكن شوي. فبرتاح هنا خاصة الصباح الباكر يعني الصبح. مشوارها جميل جدا. اكيد. مشوار جميل جدا ببسط البلد. بريح القلب. اه اكيد. الصبح بالذات. الصبح. يعني الفترة هاي انا جاي بتأخر. باعتبر حالي بتأخر. فما باكون مبسوط زي الصبح. الله يبسطك يا عبد. ماكن حلوي قديمي. يعني بتردعك للماضي. اه. قلبي مفتوح لما شفتك. الله يسعدك. سلمك. بس. بس. بش عندك ايش حاب تحكيه. لاني مروح والله من السفر. ما اكيد. جاي من العقبة. والله. على عمان. والله الحمد الله. الحمد الله. اهم شيء ستر والصح والعافية. الامن والامان. مدام انت عندك امن وامان. عندك راح تبال. فهاي نعمل من رب العالمين. انه احنا بلد زي هاي. نكون امن وامان ومرتاحين ومبسوطين فيها. اذا ما اوسع قلبي بحطك بعيون. الله يسعدك. شو بتحكيلي لما تفتح ليها. شو في عندك ايش فيها بتحكيه. ولا ايش بسراحة. ولا ايش فاضي. فاضي. تذكر. ام. لا شيء. او لا شاء. كم عمرك انت? خمستاش. خمستاشر سنيه لحد الان فاضي هي تاتي تالي. مصابطة معنا? مصابطة. سالك لامو. سالك لامو. سالك الله يفتحها على كل واحد حلو محبوس. اول اشي. مظلوم. الله يفتحها على كل واحد فقير. حلو? حلو? ثالث اشي الله يفتحها على كل واحد مش رادي يأكل. اللي محوش يأكل. قلبه. قلبه فيو هموم الناس. انت شو عندك؟ نفس الموضوع نفس الإشي والله نفس الإشي وكل الدنيا مش عايشين نعتبر يعني ولا شغل ولا إشي ولا أي شي زي العالم من داري الحمد لله كل شيء صعب الحياة الحمد لله كل شيء ربنا كريم ما بعد الضيق إلا الفرج والله لو فتحت لك قلبي يمكن تفل تفل من اللي بتشوف جواه لنشوف فيه والله فيه كثير يا جمعة الخير وأنا مثلي مثل أي مواطن ثاني عن الهم كبير والحم كبير والجرح كبير وديون والطلاب بتدرس جامعة ومصاريفة عالية وبيوت مستأجرين بيوت مستأجرين مكاتب والأمور والله صعبة على الكل مش بس علينا يعني نسأل الله الفرج إنا ولا الجميع مش عايش بتأحكي لك إن ظلمنا حتى بالتوجيه دخلنا تخصص معفلنا بدنا إياه فازد أحكي لك لأحكي لك يعني بلاش تطلع بلاش في إشي يطلع آه يعني كنت أنا هلأ بتجامع وبيك فما دخلت التخصص البيدي إياه من وراء إنه إحنا نظرمنا أصلا بالتوجيه لأنه إحنا ما أخذنا وقتنا الكافي بامتحان الرياضيات فدخلنا التخصص اللي إحنا ما ببنا إياه وطلعت معدلات القبول كثير غالية وبس يعني وقف لحد هون؟ وقف لحد هون؟ يبدو إنه لهموم كتيرة لكن في ناس ما إدرت تحكيش في بقلبها وناس حكت عن وضع البلد كيف كان تقريرنا اليوم؟ بصراحة شعرت بحزن على بعض الأشخاص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة